بمناسبة الحركات الجديدة انا النهاردة كرارت اتكلمكم عن المنح الدراسية اهلا بكم في فيديو جديد في قناة 5 minute practice النهاردة هنحاول نوضح ما يمكن توضيحه علشان نفهم ما يمكن فهمه عن المنح الدراسية المنح الدراسية هي حاجة بتقدمها جهة معينة او مكان معين للطلبة علشان تساعدهم بطريقة معاناة او يعني من خلال نتقدم لهم دعم معين وده بيكون سواء جوه بلدك او بره بلدك والمنح دي بتكون انواع ففي منها مسلا ماجستير في دكتوراه اه في بكالوريوس وبتبقى في معظم المنح كمان بتبقى بغرب معين او لفئات معينة من الناس يعني في منح مسلا لبنات بس مش مناح ايض بس بتبقى معمولة علشان تساعد البنات بشكل خاص في منح لزول احتياجات الخاصة في منح بتبقى لاطفال لسن معين في منح بتبقى معمولة للناس معينة من دول او مش دول يعني ممكن تبقى اقاليم او مدن معينة عندهم مشكلة في حتة ما او في نقص في حتة ما يوليكم مسلا مدينة الانجليش عندهم ضعيف شوية فبيستهدفوا المدينة ديت علشان يقدروا يفيدوا الناس اللي فيها في الحتة دي بالذات وفي نوع من المنح بيقدم برامج معينة او تخصصات معينة وليكم مسلا دراسات عليا او تعلمك لغة معينة وفي منح ان انت لو عندك مسلا فكرة معينة بس معاكش فلوس عشان تنفذها ففي منح بتخليك تقدم عليها وتنفذ الفكرة بتاعتك دي وهم بيمولوها لك بس بعد طبعا بيعلموك وبيعدوك على بروسوس كبيرة جدا عشان تبقى مؤهل ان انت تعمل حاجة زا كده طيب مين بقى بيعمل المنح ديت حكومة مؤسسات معينة زي انسي سويرس وعبدالله الغرير وغيرهم وجامعات يجي واحد يقول لي طب وهي ايه لازم تبقى المنح ديت اقولك الاسباب كتير منها مسلا ان مصاريف الدراسة غالية جدا يعني انت لو عايز تدرس برا فاخد عندك بقى ممكن تلاقي نفسك بتتدبس في خمسين الف دولار ولا حاجة ده لو عارفت تدفعهم اصلا يعني فيه ناس بتقدر ونس مبتقدرش فلو انت عندك فرصة معينة قدامك وعايز تستغلها بتقف معك على حاجة زي الفلوس فهنا بقى بيجي دور المنحة ان هي بتلاقي ان انت محتاج دعم في حاجة زي الفلوس فتبتدي تقدمه لك ده غير ان هي بتساعدك تطور من قدراتك يعني انت لو لقيب منحة مسلا حلوة جدا بس عايزة مسلا حد بيبقى كويس في الانجليش وعايزة حد مش عارف بيعمل انشطة في الجامعة وحد بيساعد المجتمع وحد بيعمل مش عارف ايه ودرجاته مش عارف ايه فلو فرضنا ان انت عندك مشكلة في الانجليش مسلا فبتبتدي تروح تدور ازاي تتعلم الانجليش ده عشان تطور من نفسك فيه فحتى لو انت متقبلتش في المنحة دي فانت في المقابل اتعلمت اللغة اللي كانت نقصة عندك فبالتالي فتحت النفسك في الراس اكتر بكتير سبب تاني مهمة بقى هي ان المنح بتساعدك ان انت توصل لاماكن هي دي احسن اماكن هتتعلم فيها الحاجة اللي انت عايزة لو انت عايز تعلم مثلا كمبيوتر ساينس فبتوديك لاحسن مكان تعلم فيه وبتبقى فيه احسن او التسهيلات اللي ممكن تساعدك على ده فافضل بيئة ممكن تعمل فيها ده هي المنحة بتقدمه لك طب الناس دي بتستفيد ايه لما تيجي تدفع عليك الافات مؤلفة عندك مثلا الجامعة لما يبقى عندها ناس من مختلف الدول في العالم فبقى عندها اكتر فبالتالي تنوع ثقافي اكتر فبالتالي الرد بتاع الجامعة دوت هي على وسط اخواتها التانيين ده غير ان لما اي مؤسسة اصلا بتعمل منحة فده كمان يعتبر جزء من دورها او مسئوليتها تجاه المجتمع بتاعها ولما الحكومة تعمل لك مثلا منحة تقولك هتسفر دولة بره وليكن تتعلم فيها هندسة فهي مش عشان انت من الهندسة عندك وحشة بس علشان هي بره بتزود العلاقات بينها وبين الدول التانية وده حاجات ملاش علاقة بيها يعني فانت من الاخر يعني تفرق معك ايه حضرتك انت لما تلاقي منحة قدم عليها وان شاء الله تتقبل وربنا يكرمك زي تزود فرص قبولك بيها واخيرا انا قررت ان في اخر كل فيديو هنتعلم ايديم جديد واللي مش عارفه هو عباره عن جملة او مصطلح بيه المعنى الحرفي ليه مش هو تماما اللي مقصود زي ما احنا بنقول مثلا بالمصري في المشمش او لما تشوف حلمة ودنك في حاجات بالانجليش برضو اللي هي اسمها ال ايديمز دي هنتعلمها علشان نقدر نتعلم اكتر عن الانجليش ونزود معرفيتنا بيه مع الوقت واول ايديم معنا النهاردة هو طبعا معنى لما الخنازير تطير فدي مش حقيقة خالص بس مقصود بها ايه في المشمش زي مثلا ما تيجي تقول لحد فأقول لك بس ده كان الفيديو بتاعي النهاردة لو عاجبك لا تنساش تعمل لايك وتقول لان رأيك في الكومنت ولو مش عامل سبسكرايب اعمل سبسكرايب وشير لصحبك اشان اكبر عدب ممكن يستفيد صليم